موسيقى عندما يتعلق الأمر بمساعدة مصاب بالسكتة القلبية المفاجئة، ليست كل أجهزة مزيل الرجفان القلبي الآلي AED متشابهة. يساعد BF5SAED رجال الإنقاذ بتعليمات في الوقت الفعلي وسهل الاستخدام مما يوفر فرصة أكبر للإنقاذ. يحتوي ميدي تاكو بفي 5S الذي يوصي به الأطباء على زر وضع الأطفال لتقليل الطاقة للأطفال ومنع الحروق في عضلة القلب بمؤشرات تساعد على اتباع التعليمات. تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات إلى الكمبيوتر. لغتين للاختيار من بينها. خمسة مستويات صوت حتى تتمكن من سماع الصوت بوضوح واستخدام الجهاز في أي مكان. يحتوي دفي 5S على اختبار ذاتي يومي وأسبوعي وشهري لمساعدتك في تحديد ما إذا كان AED جاهزاً للاستخدام. حقيبة حمل الجهاز تسمح باستخدام الجهاز دون إخراجه وتحتوي على جيوب لمجموعة الإسعافات الأولية ونافذة آمنة لمقبس الأقطاب الكهربائية لحمايته من الماء والغبار بالإضافة إلى علامات عاكسة للاستخدام في الليل. يعرض برنامج الكمبيوتر دفي سوفت الذي يأتي مع الجهاز بيانات الحالة المخزنة أثناء استخدام دفي 5S بعد نقلها من الجهاز عن طريق الأشعة تحت الحمراء، مثل وقت الحدث والوصف ومخطط القلب الكهربائي للمريض، كما يمكن أيضاً تغيير لغة المطالبات وحجم الصوت من خلال برنامج الكمبيوتر. دعونا نلقي نظرة على إيدي دفي 5S مجس الاتصال، مجس الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر مؤشرات ضوئية تساعد على اتباع التعليمات زر الصدمة موجه للضغط عند الشحن الكامل ويومد باللون الأحمر مكبر صوت الخارجي لإصدار إرشادات التوجيه الصوتية زر الطاقة لتحديد نطاق الطاقة لوضع الطفل أو وضع البالغين يد لسهولة الحمل وسهولة الإمساك بجهاز AED زر الإيقاف والتشغيل لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله وتوصيل جهاز AED بجهاز الكمبيوتر مقبس لتوصيل الأقطاب الكهربائية بجهاز AED تعليمات مصورة لتوجيه ومساعدة المنقذ خطوة بخطوة جسم الجهاز ذو قوة عالية، خفيف الوزن ويوفر المرونة والمقاومة إذا كان شخص ما فاقداً للوعي، يجب عليك أولاً التحقق مما إذا كان يتنفس ويستجيب للنداء إذا لم يرد، يجب عليك الاتصال على الفور برقم خدمة الطوارئ ووصف الحالة وموقعها انتبه لحركة الصدر واستمع إلى صوت التنفس، ثم تحسس الهواء الخارج من ألفاً افحص نبضاً مصاب بوضع السبابة والإصبع الأوسط على الرقبة بجوار القصبة الهوائية أو بوضع إصبعين بين العظم والأوتار فوق الشريان القعبري ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي في أسرع وقت ممكن، لأنه بعد عشر دقائق يصبح تلف الدماغ غير قابلاً للتعافي، وإعلم أن إنقاذ الضحية هو حقاً بين يديك يستغرق الأمر بعض الوقت لتحريك الدمي أثناء الإنعاش القلبي الرئوي لذلك، من المهم جداً الدفع بقوة وبسرعة لزيادة الضغط لتدفق الدمي إلى الدماغ ادفع بعنق خمس سنتيمتر على الأقل لضغط القلب والسماح للدم بالتدفق الضغط من مائة إلى مائة وعشرين مرة في الدقيقة ضروري للحفاظ على تدفق الدم اعطي نفسين إصطناعيين لإنقاذ المصاب اعطي النفس الأول لمدة ثانية واحدة ولاحظ ما إذا كان الصدر يرتفع اعطي نفساً ثانياً إذا ارتفع الصدر إذا لم يرتفع الصدر، كرر إمالة الرأس وإرفع الذقن، ثم أعطي النفس الثاني تتكون الدورة الواحدة من ثلاثون ضغطة على الصدر تليها دورتان من التنفس الإصطناعي احرص على عدم التنفس كثيراً أو التنفس بصعوبة استمر في الضغط على الصدر لاستعادة تدفق أدم ثلاثين ضغطة على الصدر تليها نفسين إصطناعيين بمجرد تشغيل بفي خمسس، سيبدأ بإصدار الإرشادات الصوتية سوف تحتاج إلى تحديد الوضع، إما للبالغين أو للأطفال سيطلب منك وضع الأقطاب الكهربائي على صدر المريض العاري كما هو موضح على الغلف سيطلب منك بعد ذلك الابتعاد عن المريض وعدم لمسه أثناء تحليل بفي خمس اس لإيقاع القلب اخلع الملابس من على صدر المصاب افتح عبوة الأقطاب الكهربائية قم بإزالة الأقطاب الكهربائية من الشريحة البلاستيكية الواقية إذا كان المصاب بالغاً ضع القطب على الصدر الأيمن العلوي وأسفل الصدر الأيسر هناك طريقتان لتوصيل الأقطاب على الطفل إذا كان جسم الطفل كبيراً ضع القطب على الجسم مثلما على البالغين إذا كان القطبان لا يتلامسان إذا كان جسم الطفل صغيراً ضع إحدى القطبين على منتصف الصدر والآخر على الظهر إذا كان جسم المريض صغيراً وكان القطبان متلامسان إذا كان الإيقاع يبدو هكذا يمكنك أن ترى أن القلب لم يعد يضخ الدم بشكل فعل إنه إيقاع مميت ويجب إيقافه بسرعة عندما يحلل مزيل الرجفان الأوتوماتيكي دفي خمس إيقاع القلب ويصل إلى هذا الاستنتاج فإنه سيطالبك بأمر صوقي بالضغط على زر الصدمة الأحمر ليرسل جهاز دفي خمس استياراً كهربائياً عبر القلب ويعود مرة أخرى الغرض من الصدمة هو إيقاف إيقاع القلب غير المنصق تماماً لفترة قصيرة جداً وإعطائه فرصة للعودة إلى طبيعته ادذل قصار جهدك ولا تستسلم سينحك مزيل الرجفان الخارجي الآلي دفي خمس إس الفرصة والقدرة لإنقاف حياة شخص ما دفي سوفت برنامج دفي سوفت هو برنامج كمبيوتر يدعم استقبال البيانات المرسلة عبر الأشعة تحت الحمراء وقراءة موجات تخطيط القلب وضبط اللغة وحجم صوت الإرشادات في دفي خمس إس وحظ البيانات المسجلة يؤدي الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل والإيقاف إلى تشغيل مستشعر الأشعة تحت الحمراء بعد تحديد اللغة دفي سوفت، أدخل الرقم التسلسلي للجهاز وإضغط مطولاً على زر التشغيل والإيقاف لتنشيط نظام البيانات الخاص بدي في سوفت سيعرض دفي سوفت معلومات الحالة المسجلة أثناء تشغيل دفي خمسس، بما في ذلك النوع ووقت الحدث والوصف وموجات تخطيط القلب يمكن ضبط كسب مخطط كهربية القلب ECG كان على 5 مليمتر أو 10 مليمتر أو 20 مليمتر يمكن ضبط سرعة الشكل الموجي ECG Speed على 12.5 مليمتر و25 مليمتر و50 مليمتر يمكنك أيضاً طباعة البيانات وحفظها